ترأس محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر اجتماعا للجنة الامنية بالمحافظة وذلك بحضور الامينة العام للمجلس المحلي للمحافظة سالم نيمر والوكيل الاول العميد الدكتور مختار الجعفري وفي مستهل الاجتماع ثمن المحافظ بن ياسر جهود قيادة ومنتسبه الامن والقوات المسلحة العسكرية وقيامهم بواجباتهم في حفظ الامن والاستقرار رغم التحديات والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد عموما مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين الاجتماعيات الامنية والعسكرية والمواطن باعتباره رجل الامن الأول